والاتنين يعني بأمان عاملين شكر كبير أجيلك يا جدوء يا كابتن خالد يمكن أي نجاح في الدنيا أي نجاح لفريق بيبقى الجزء الإداري مهم جد حالك مسؤول عن شق اللازم نتكلم عنه عقود اللاعبين تسكين اللاعبين الأجانب معسكرات اللاعبين انتقالات اللاعبين الاستبلة الإداري للفرقة مستحقات اللاعبين كل الأمور دي بتطلع وبتعدي على سيادتك ولازم تكون ماشية بشكل سموس ما يحسش بيها أي حد كلمني عن دورك يا كابتن كلمني يعني عن الدور الكبير ده وازاي بتعمله وبتلاقي مساندة من مين بص حضرتك عشان أتكلم على الحتة الإدارية اللي حضرتك بتكلم فيها دي حتة كبيرة جدا بس خبال حضرتك أنا ابن من أبناء النادي الأهلي طبعا اتعلمت على إيد أسادزة في النادي الأهلي تمام من بديت مع الكابتن صالح سليم بعدين كابتن حسن الحمدي وبعدين المهندس محمود طار وبعدين كابتن محمود الخطيب نزي كلها لو حضرتك بصت لها دي مدرسة تمام تدرس في الجامعة نادي الأهلي طبعا وخبال حضرتك عشان بس نكون واضحين حضرتك الأمور أو المحطوطة في النادي الأهلي وقواعد المحطوطة في النادي الأهلي لا يعني بص حضرتك لو قلتلي على حاجة أقول لحضرتك دي ممكن يتوفق عليها أو ترفت دستورة حط ومعروف ومفهوم لكل يو اللي شغل جوالنادي الأهلي بالزبط تمام أولا هدوء تام في الإدارة من الهد تمام مدي الاختصاصات لكل لكل الناس لاختصاص مجلس إدارة كابتن محمود الخطيب حطه مع السادة الأعضاء وسيد نائب الوزير العامري لكابتن خالد العوضي مدير من الشاطر ياطي إحنا بنقرأ السياسة دي الحضرتك بتتكلم عليها اللي هي بتنقل إلى السيد مدير من الشاطر ياطي نعم تمام وإحنا على أرض الواقع إحنا بننفس وخبال حضرتك الحضرتك بتقوله أصبح دلوقتي مكنة ديناميكي شغال يعني إحنا المفروض حضرتك بين دلوقتي مش عايز بس أتكلم في الحتة دي التعاقد التعاقد مع اللاعبين تجديد عودي اللاعبين وخبال حضرتك الكلام ده بينتقل من المدير الفني كابتن محمد مصالحي ليه ياب دوري بنقله لكابتن خلت تمام بيبتدي يحصل المناقشات والمدولات يعني أفهم كلام حضرتك إن الكمنيكيشن توي يعني الاتصال من تجاهين تجاه من الطب تمام المجلس إدارة النازل لسيادتك تمام المدير الفني اللاعبين تمام والعكس صحيح تمام فهنا أنت عندك دورين دور بتوصل بتتلقى وتوصل تمام وبتقوم بدورك على أكمل وجه بحيث أن المنظومة يبقى متكاملة من فلسفة بقى السادة الرؤساء دول من يوم أنا ما بديت إن هو حضرتك بيديك الصلاحية السنة كاملة بعدين الحساب في أهم حاجة في ذلك وخبال حضرتك لكن إذا تم عرقالة شيء أو أنت يعني قبلتك معوقع معينة على طول بيروح متدخل إنما لأساس نهاية الموسيقى وزي ما قلت لحضرتك الساني فات لو تفتكر في آخر لقاء في طولة أفريقيا بعد ما خلصنا الكاس وفجئنا بالتليفون قبل ما نروح الفندق من العظيم المحترم من كابتن محمود الخطيب والموضوع ده بيأثر فيه أنا شخصيا تمام ورحمة تسل وقال بكرة على الفطار وانا جايلكم بالرغم إن إحنا خسرانين ورحمة دوت أفريقيا قال لكم تعالي أنا مش عايز أقول لحياتك أنا فاكر كابتن محمود الخطيب جيب ورقة بيبتلكه يعني جايدوكو بيقول لكم بتلكه يا جماعة وعلى فكرة وحتى البوست اللي نزل ومكلمته مع كابتن ميد ومكلمته مع كابتن عبد الله قال كلمة أنا ببارك لكم ببارك للجهاز ببارك للعيبة أرجوكو استمروا الله استمروا اقفل بقى الصفحة وبتدي صفحة جديدة اه فإحنا حنقفلها بكرة بأول تمرينة اه إحنا عندنا حضرتك بطولة عربية ده موضوع كبير يعني لازم أشرحه عشان حضرتك تعرف البطولة عربية دي الحاجة الوحيدة اللي معمولة فيه الوطن العربي السماح لاتنين اللي بقى جانب في كل فرقة لا ما هجيلك بقى بطولة عربية ولان فيها شكرا